عمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في إم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في لولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضي مثل لولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سملا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء أم بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفيكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكرب شهادتهم ويسلون وقالوا لو شير الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبلي فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا أبا أنا على أمة وإنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نزير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا أبا أنا على أمة على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قل أولو جئتكم بأهدي مما وجدتم عليه آباكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانهر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براكم مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها أولا أم حتى جيء أهم الحق ورسول مبين ولما جئ أهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معنشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جئون أنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولي ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقبون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على ضراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسلون وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جئهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادي فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جين أمعه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سنفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء قول جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا ضراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما أعيسي بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله ويطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا ضراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم نليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخ الله يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهد أنفس وتلذل العين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكسون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرمون أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجويهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده وعلم الساعة وإليه يؤجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأني يوفكون وقيل يا رب إنها أولا قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ترجمة نانسي قنقر